أول باب اللي هو هون موجود هو الأسد اللي هي شفتها ورسمتها إلى سبعة بواب أول باب هو الأسد الأسد اللي هي خطايا القتل والعظمة والحقت وحب السيطرة والتسلط اللي بيكون قاتل اللي بيكون عنده عظمة وبيعطوا الناس بدون رحمة ينزع بها الباب هيدا الثاني باب هو الخنزير اللي هو مكتوب هون الشراهة حب الطرف ملزات العالم الغرق بالوحل والسرقة والاختلاص ولعب الأمار لعب الأمار هو جميع يعني براج هنم هذه طاولة الأمار هوني موجودة عم بيكلوا خبيط عم بيغدون حردين وجردين لأنه هيدا عم بيكل مصريات هيدا وهيدا عم بيكل مصريات هيدا هيدا بروح البيت عشية زعلين تعبين خسران بيترقى قتلى لمرته وبيطلعوا لينه بلا أكله بلا عشاء لأنه حضرته هيدا أكله مصرياته لهيدا معناتها لعب الأمار من الخطايا الأميرة الباب الثالث هو الدفدعة الدفدعة مشهورة بالنق خطايا النق والسرسرة والحديث بالعاطل على الآخرين وإيدانة الآخرين شو النق يعني هون النق ننزل لهم يلاقي هاودي هوني هيدا حاطت مصرياته معه وهيدا حامل صندوق الدهر هاودي كانوا أغنية كتير يجي شخص عندهم فقير مثلا بدوا ياخد حسني منهم بصيروا نققوا والله ما فينا والله ما قادرين والله تعبنين كنا نطلع مليون دولار بالشهر السنة عم طلع سبعمائة ألف دولار ما عاش معنا مصاري يحكم عليهم الرب وياخدوا مصرياته معهم هذا معلق أغرابته مصرياته هذا اخد معه وصندوق الدهر اذا السرسرة والنق مش منيح وخاصة انه الإنسان يكون أحواله مرتاحة مفروض يساعد الفقير باب الأوسع باب اللي هو موجود في جهنم هو الطاووس الطاووس هو الكبرية والتسلط بدون تفكير والغرطسي والحكم عن الناس الظلم يعني العالم هون بالألاف ناطر دوره كله على جهنم سادس باب خامس باب اللي هو الطيس المعزة الماعز يعني هو بيرمز للعناد والفجر واليأس والطمعة برحمة ربنا يعني العناد اللي بعناد يقول انه يتواجد يتواجد ومين الكنيسة ومين الخوارن وكلهم غلطانين وكلهم خطأ وليأس ما بعد عنده أمل أنه ربنا يخلصوا كمان يروا عجهنم والطمعة برحمة ربنا والله يطمع برحمة ربنا والله يسامح والله ينزلنا عجهنم وبدال اللي يعمل وبدال الماشي ينزل بها الباب السادس باب هو الحية الحية هو خطايا الزنا ومن خطايا الزنا يأتي كل خطايا الشر يوجد عذبات كثيرة الحية اللي يسببوا الزنا للإنسان ينزل بها الباب آخر باب هو الزلح فيه الزلح فيه يرمز للكسل بتمشي على مهله الكسل والتغاضي عن الحق والتأوي على الآخرين ينزل بها الباب نرى هون هؤلاء اللي يبقوا كسلاني مثلا نهار الأحد ما بيروح للقديس قال بينام لأنه كل الجمعة هو عم يشتغل وهذا يوم رياحته بينام لبعض الظهر وبعض الظهر بروحوا بيصهر لتلوجه الصباح بيمروا على الزحالة من هون كل الزلح فيه بدا ساعة لتقطع عنه يعني فيه ألم كتير موجود بالمنطقة هايدي اللي هو الزلح فيه نشوف هون تحت هوا ما كنا نعرفهم جديد عرفنا عليهم اللي هن عبدة الشيطان عبدة الشيطان بيصيروا عذاباتهم أقوى لأنه بيطلوا تحت أكتر على الألم الأكتر والشيطان عم بيحكمونه الشيطين كمان وهن كانوا يستعملوا للدس الأسود وهن بيعبدوا الشيطان عم بيخطونها لأن الشيطان مالوا صاحب رقطينوا برقبتوا بالحبلة بيصيروا مثل الحيوانات وأكبر عذابات عم يكلوه هن عبدة الشيطان الموجودين هون نشوف تحت تحت بكابج هنم اللي شافتهم لديسي فيرونيكا بكابج هنم اللي هن عم بيحرف الكتب نشوف اتنين عم بي نلاحظ هون تحت بالكاب اتنين عم بيدينوا بعضهم هاد عم بيدرب هادا وهاد عم بيدرب هادا وفي كتاب أدامهم هادي اللي بيحرفوا الكتب نشوف هون اللي هن رجال دين مثلا نزاحوا كمان اللي لبسوا الطوب واستعملوا لمصلحتهم نشوفهم موجودين هون دقنوا أطول وحطنوا له كتاب أدامهم كمان لأنه هو صاحب كتاب وحامل جسد حصان عم بيتقلم أكتر ويتعذب أكتر ونقرب لهون نلاقي المكرسين اللي هن كمان ما عم بيقوموا بوجباتهم اللازمة تجاه الرعية وتجاه هاتطلهم شاتين بخمس روس عم بيتعذبوا أكتر وأكتر نشوف هون كمان ناس مكرسين ولبسين طواب بآخر أيامهم كمان شلحوا طواب ورجعوا للحياة الطبيعية مثل ما بيقولوا وبقيوا بكعب جهنم لأن أقوى ألام موجودة فإذا هذا الريس هون يواقف عم بيحاكم كل الناس كل الناس فإذا منشوف من هون أنه السماء موجودة المطهر موجود والسماء موجودة وإذا ما لدينا إيمان أنه في سماء وفي جهنم وفي مطهر اليوم ربنا يعطينا علامات نشوف أغلب الديسين اليوم بعد جسمها محفوظ وتلاقي الكنيسة اليوم عندها معجزات كثير قوية من شفاءات من معجزات خارق الطبيعة من هون هذه علامات لربنا ربنا ما رح ينزل على كل الإنسان ويقول له تعالى فرجيك جهنم وفرجيك السماء وفرجيك المطهر إنما في قديس شافوه السبب نحنا مطلوب منا حتى نخلص من الحياة اللي هي كل على بعدها بتطلع العشر طيام والإنسان ربنا ما بيطلع بالخطيئة يعني الخطيئة ممكن روحا ندلكاه ناعترف فيها ربنا بيركز على محبة لماذا نحنا عنا محبة فإذاً بمحبتنا نحنا من ندل الآخرين لخلاص نفسهم من ندلهم على القديس ومن وسط القديس والاتحاد بالمسيح نصير نحنا مثلنا نصير هو مثلنا ونحنا مثله ونتم نروح نحنا على القديس شو بيصير فينا؟ نحنا نشبه يسوع نبطل الموت كيف نبطل الموت نحنا؟ نروح على القديس نعترف ناخد جسد الرب يصير الله فينا ونحنا فيه هون بيصير نحنا عنا القوة وقتل نحنا سنتين ثلاثة وخمسة ما نروح على القديس نحنا بيصير عنا ضعف روحي مثل ما الجسد بحاجة لغزاء وماء ودواء كمان الروح بحاجة لغزاء وماء ودواء جسد بده أكل الروح بدل إرباني الإرباني هي غزة للروح الاعتراف هو حمام للروح تذهب على الحمام تتحمى منك بالماء تنظف جسدك وتذهب على القديس تعترف عند الخوري وتنظف روحك فقط يمرض جسد وتذهب على دواء وتذهب على الحكيم فالدواء والغزاء والماء بحاجة جسد الون والروح بحاجة لغزاء وماء ودواء الدواء للروح هو الصلاة الكراءة بالكتاب المؤدس حياة الإبديسيين صلاة المسبحة هي دواء للإنسان فالروح كمان تمرض وتصل للموت لها السبب نقول له نحنا بعض الأشخاص لأننا لا نموت يتعجبون كيف لا يتموتون؟ لا يتموتون أنا نهار الأحد يذهب للإبديس ويأخذ الله ويصير الله داخل فيك فإذا أنت تصير تشبه الله وتبطل تموت من هكذا قالوا يسوع وقالوا مربطرس دعونا نساعدوا ونقالوا يسوع دعوه الموتى يدفنونه موتاهم هذه كلمة خطرة أنه في ناس طيبين أموات يعني أقول المسيح ليش أموات لأنه بعادة عن الإيمان بعادة عن محبة الله بعادة عن الاتحاد ب الله ورجع قال له مرة تانية لأحد الأشخاص وعادة عن موتونا بخطياتهم فإذا كمان الخطيئة وعادة الواحد بيحملها لفترة طويلة بدون اعتراف كمان بتأثر على الإنسان وبتأتله للسبب لحتى نحنا ما نموت مفروط فينا أنه روحنا للأحد نعترب بخطياتنا ونأخذ الرب بطي يصير الرب فينا بيصير نحنا فيه وفينا فإذا نحنا ما نموت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ومعها